السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة اليوم شاء الله نريح ندر اختبار في مادة الجغرافية للسنة الرابعة ابتداء الجيل الثاني ديال الفصل الأول نبدأ مباشرة مع السؤال الأول صحح الخطأ إن وجد في كل عبارة تمثل نسبة توزيع اليابسة 29% إذن العبارة هذه صحيحة تمثل نسبة توزيع الماء 29% الجواب خاطئ والتصحيح تاعو تمثل نسبة توزيع الماء 1% 71% الماء موزع بين القارات والجزر خطأ الماء موزع بين المحيطات والبحار قارة آسيا تمثل اليابسة صحيح اليابسة موزعة بين المحيطات والقارات الجواب خاطئ اليابسة موزعة بين قارات وجزر تتوزع مساحة الكرة الأرضية المقدرة بـ 510 مليون كيلومتر مربع بنسب متساوية بين اليابسة والماء هذه العبارة صحيحة إذن صحيح تقع الجزائر في قارة أوروبا الجواب خاطئ تقع الجزائر في قارة إفريقيا هذا هو السؤال الأول نروح مباشرة إلى التمرين الثاني أربط بسهم بين عواصم الدول والمسافة التي تبعد بينها وبين الجزائر العاصمة إذن روسيا عاصمتها موسكو تبعد بينها وبين الجزائر العاصمة بـ 3340 كيلومتر فرنسا عاصمتها باريس تبعد مع الجزائر بـ 1368 كيلومتر البرازيل عاصمتها برازيليا المسافة هي 7866 كيلومتر جنوب إفريقيا عاصمتها جوهانزبورغ المسافة هي 7467 العراق عاصمتها بغداد المسافة بينها وبين الجزائر العاصمة هي 3768 وأخيرا الصين عاصمتها بكين المسافة هي 9076 كيلومتر كيلومتر السؤال الثالث أكتب الدول التالية على الخريطة إذن تونس المغرب الجزائر ليبيا موريطانيا الصحراء الغربية نبدأ بالجزائر تونس يحدها من الشرق تونس ليبيا من الغرب المغرب الصحراء الغربية وموريطانيا إذن الجزائر تونس ليبيا المغرب الصحراء الغربية وموريطانيا السؤال الرابع والأخير أكتب الكلمة المناسبة في كل فراغ تتوسط الجزائر بلدان المغرب العربي يحد الجزائر من الشرق تونس وليبيا ويحدها من الجهة الغربية كل من المغرب الصحراء الغربية وموريطانيا تبلغ مساحة الجزائر زوج ملاين و 381 1741 كيلو متر مربع بحيث يمثل نسبة 39% أما بقية النسبة فهي تمثل مساحة دول المغرب العربي العربي ب 61% يعني تزاير تمثل 39% والبقية تمثل دول المغرب العربي ب 61% هذا هو الموضوع الجغرافية إن شاء الله يكون فاتكم مع السلامة وبتوفيق إن شاء الله سلام أما بقية الحرافية تعالى المنشف موسيقى صف شكرا